اشتركوا في القناة ومن يُظلِل فلن تجد له وليًّا مُرشِدًا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عِزَّ إلا في طاعته ولا غِنَى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيِّبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسانٍ وتقوى إلى يوم الدين الثبات نحتاج إلى الثبات في أربعة مجالات المجال الأول الثبات على الطاعات المجال الثاني الثبات في مُحاربة النفس الأمار بالسوء والشيطان المجال الثالث الثبات عند نُنُزول النوائب والمصائب لا سمح الله والمجال الرابع حينما يتخلى عنا الناس نبدأ رحلة الخلود عند القبر نحن في أمسِّ الحاجة إلى الثبات لذلك قال ربنا في أي القرآن في صورة إبراهيم في الآيتين الآية ستة وعشرين سبعة وعشرين يُثبِّط الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويُظِلُّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله قائلا اللهم ثبِّت قلبي على دينك فالرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ثبات لتبليغ الرسالة وقد ابتليا بكل ألوان الابتلا كما ابتلي النبيون والمرسلون من قبله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشدُّ الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل ابتليا إبراهيم الخليل بالنار بنار المشركين فقال الله عز وجل في قوله وقال بأمره قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم أبتليا موسى مع المؤمنين به بفرعون وجنوده والبحر الذي ينتظرهم ولكن الله هو مسبب الأسباب ومعطل الأسباب قالوا إِنَّا لَمُدْرَكُوا هكذا قالوا كما يحكي القرآن ولكن قال لهم موسى بلسان اليقين كلا إن معي ربي سيهدين كما ابتليا يوسف وابتليا أيوب إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا سورة صاد الآية 44 وابتليا إسماعيل وإبراهيم قال يا أبتي فعل ما تُمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قدر الله أن يبتلي الجميع وابتل الله الصحابة الكرام ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى مستهم البأساء والدراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نحن معاشر الناس قال لنا ربنا عز وجل في سورة الملك في الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالله يبتلين بما يشاء وكيف ما شاء ومتى شاء وتأكد هذا المعنى في سورة البقرة في الآيتين مية وخمسة وخمسين مية وستة وخمسين ولنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون سنبتلى جميعا ذلك نحتاج إلى الثبات والثبات من الله فقط هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم سورة الفتح الأية الرابعة وفي حق الرسول الأية الرابعة من سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثانية ثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إذن نحتاج إلى الثبات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نحتاج إلى الثبات على الطاعات انتهى شهر الصيام شهر رمضان المبارك انتهى بخيره بصيامه بقيامه بتلاوة القرآن بكل ما فيه من خير وطاعات وأعمال خيرية ترجمها الكثير من الناس من الرجال والنساء من الصبية ومن الكبار ترجموا معاني الإيمان عمليا من خلال الأعمال الخيرية وهم يطيعون يا رب العز جل جلاله الذي يقول في صورة الحج في الآية 77 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال في صورة البقرة الآية 148 فاستبقوا الخيرات وقال في صورة المائدة الآية 48 فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كل ذلك قد وقع في شهر رمضان ولكن الطاعات لا تزال قائمة حاضرة في حياتنا نسأل الله أن يثبتنا على الطاعات على تلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات وصلاة القيام لمن استطاع والأعمال الخيرية التي تتمدد وتتجدد ولا تتبدد هذا هو المطلوب والإنسان يعمل الخير إلى أن يموت كما قال ربنا في صورة الكهف الآية 110 آخر آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ونحتاج إلى الثبات في المجال الثاني وهو مجال مقاومة النفس والشيطان النفس الأمارة بالسوء والشيطان وهو العدو المبين كما سمه القرآن وقد قال إمام البوصيري رضي الله عنه في بردته الشهيرة يقول وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَّذَاكَ النُّصْحَ فَالتَّهِمِي وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْصَالِحِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُلُهُ خَاتَمَ النَّبِئِينَ وَإِمَامَ الْمُرْسَلِينَ نحتاج أيضا إلى الثبات في المجال الثالث عند نزول المصائب لا سمح الله الدنيا عابرة بالمفاجآت عامرة بالكوارث بالهموم التي لا نحصيها عددا وقد أنبأنا الله وهو خالقنا وهو أعلم بنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بأن من خصائص الدنيا الهموم فالدنيا دار ما مر والآخرة دار ما قر الدنيا زائلة حتما ودوام الحال من المحال ولكن أنبأنا الله بأنه سيبتلين كما قلنا الذي خلق الموت والحياة صورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل رحم الله الإمام الشافعي الذي قال في موقفين الأول قال كلاما أشبه بوصفة طبية علاجية يقول من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب إلى أن يقول والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب وقال في موقف آخر دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفساً إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ولا ترج السماحة من بخير فما في النار للضمآن ماء إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء سأل الله أن يثبتنا عند نزول المصائب والهموم والنوائب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى وربنا يتحدث مع المصابين مع المبتلين قائلاً وبشر الصابرين وفي موقف آخر في موضع آخر يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نحتاج إلى الثبات عند نزول النوائب لكي لا نزعزع لا نزلزل فمهما كانت الهموم كبيرة فالله أكبر ونحتاج أخيراً إلى الثبات في القبر حينما يتخلى عننا الناس والقبر ينادين ويقول أنا بيت الوحشة ويقول أنا بيت الدود أنا بيت الظلمة القبر الذي ينتظرنا جميعاً وكلنا إلى ذلك المصير أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا مفتخر تساوى جميعاً فما مخبر وماتوا جميعاً ومات الأثر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نرجو من الله أن يثبتنا عند القبر عند السؤال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يحضر عند دفن أحد الناس يقول للحاضرين استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فنحتاج إلى الثبات والتثبيت في هذا الموقف الجلل وكل ذلك احتوته الآيتان ستة وعشرين سبعة وعشرين من صورة إبراهيم حيث يقول ربنا جل جلاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر هو أول منزل من منازل الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء اللهم إن أسألك الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أفرغ ربنا أفرغ علينا صبرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ان نسألك العفو والعافية اللهم ان نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة اللهم غير حالنا إلى أحسن حال اللهم اصر إخوانا في فلسطين اللهم اصر نجد الأقصى اللهم اهزم الصهايين المعتدين اللهم افتحنا جميعا أبواب رحمتك اللهم الهمنا السدد في الرأي والتوفيق في العمل اللهم زدنا إيمانا وتقو ويقينا اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة اللهم اجعل خير عامين خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك اللهم ان نسألك التقى والعفاف والغنى أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه أقم الصلاة الله أكبر 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 الله أكبر الله أكبر 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 ترجمة نانسي قنقر